على الموجبات التي تمنع قيام الأحزاب فضلا عن الحاجة للحصول على موافقة لجنة الأحزاب على التأسيس وليس بمجرد الإختار. ومناسبة الطبقي والفئوي. بهذا الشكل سيتم منع تأسيس أي حزب مثلا للعمال أو للفلاحين. وهناك الكثير من الأحزاب عالميا. يعني حزب العمال البريطاني. واحد من المحافظين والعمال. يتم تدور السلطة بينهما. هل ده سيكون مانع أو محد لحركة العمال؟ لا. أنا فهمه المصطلق ده. مش مجرد أن هو الدفاع عن العمال وما إلى ذلك حتى في البرامج لا. مش هو حتى في ظل القوانين المحلية والعالمية السابقة. لابد أن يكون لك تميز. التميز في بعض البرامج التي قرأتها. مثلا قدم أصدقاء لنا وحصلوا بها على ترخيصهم إلى ذلك. تميزه في الاتحاد مع السودان التقارب. وكانت تبع حاجات بسيطة جدا أفكار للشباب وما إلى ذلك. ثم أصبحت هذه المشروعات حين ما طلقت للنور كانت حاجة مختلفة. تماما. لا. ده المقصود أنه يتحيز بشكل طائفي أو فئوي. إنما أن تدافع عن فئة معينة ولكن لك رأي ورؤية وبرامج في بقية القضايا. ده شيء مهم. لا. يعني أنا فهمتها بشكل مختلف. كثير من الأحزاب ستجتمع على الدفاع عن حقوق المواطنين بشكل نعام. ولكن الدفاع لما يكون هناك فئة محددة. لا. البرامج تتميز في فئة معينة. تنطلق أو يكون الدعيمين أكتر من فئة معينة. ده مشروعه. ده علامي. زي ما أنتم تقولي. ده موجود. ولكن ما يكونش بس بادئ ومنتهى عند هذه الفئة. يعني. ده اللي أصودي. عندنا خبر كمان أن أستاذ كمال أبو عيطة. يعني النقابي المعروف والمشهور تقدم مع مجموعة من العمال بطلب لتأسيس حزب العمال الديمقراطي. كيف سيكون موقف هذا الحزب وموقف لجنة الأحزاب من هذا الحزب. هذا ما ستكشف عنه الأيام القادمة. وزير القوى العاملة. النهاردة ليه حوارين. حوار في جريدة الشروق صفحة سبعة. وحوار في جريدة الأخبار على ما أعتقد. هنتأكد دلوقتي. في جريدة الشروق سيد أحمد حسن البراي. وزير القوى العاملة. يقول قانون الإضرابات يجرم الاعتداء على حرية العمل. ويستهدف الاعتصامات التي تعطلوا الانتاج. أعمل من أجل.